السلام عليكم الاخوز مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي سن تحدث فيه على 3 النقطات 3 النقطات المهمة الأولى سن نتحدث فيها على علي أن يخطط كورونا لماذا نرى ان الناس يضحكوه و فقل السادسي يضحكوا كورونا يرون مثل سعيد يكتزاد و لفاءات المصابين وهو للمشاهدة لم تفهمت الان هذه النقطات الأولى لماذا الناس يضحكون و الكورونا تحصد الأرواح نقطة ثانية شفاء أو استيقاظ استفاقة عبد الحق النوري من الغيبوبة التي دامت ثلاث سنوات والحمد لله، وسنتحدث عنها بتعمق والحمد لله على هذه الاستفاقات لأن الله الذي قادر على أن يفق عبد الحق النوري من ثلاث سنوات من الغيبوبة أو من موت يعني كان موت بمتابة موت يعني لم يكن في الحياة وعادة للحياة فالله قادر بأن يرفع عن هذه الوباء في رمشة عين فقط تقف الله وادعوا الله فقط تقف الله وادعوا الله النقطة الثالثة التي سنتحدث فيها في هذا الفيديو والتي مهمة جدا بعض الانتقادات التي كانت تعرضت اليوم لماذا كنت تحدث عن كوراة ولماذا كنت تحدث عن هذه ونحن الآن في زمن كورونا وماذا تحدث عن كوراة التحدث سأجيبك يا صديقي وسأجيبك بالدد أنت يا فتاة لم أعلم تذكر اسمك أنت التي أكتبنا هذه وقلت أني لا أريد أن أردت عليك سأرد عليك في هذا الفيديو هذا هو محور الفيديو من تبدؤتين ورة الأ hasnы كثOOK أول كما كنت لكم motives لماذا الزائلون يضحكون لماذا الزائلون يضحكون بكل صراحة إذا قلت في تلك توك المغربي تلك توك الجزائري تلك توك اي تلك توك وبي opposaki أنا ازال لك المؤمن انا اجمل امرأة انا اضحك انا انا اجمل اكده انا انا اضحك انا انا وليتسابقون من يضع نكت عليكم لماذا 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 هاد المستوى ما قلنا نقول عليه الرديء ولكن سنقول عليه مستوى منحط مستوى خيب جدا خيب جدا الناس صعبه يموتوا الناس كنشوفهم انا حاليا كيخرجوا للشارع وغادي العمل ديالهم مخلوعين لو ان عليهم شال لو ان عليهم توب الناس يعني عن جد حقيقة مخلوعين انا كنقول لك شفت الناس مخلوعين وكلنا يعني خايفين على وديدينا والجنت ودخل لي انا التيك توك وطلح لي انا اجمل هذه المسابقة اجمل امرأات المسابقة هذه والنكات ودي 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 لماذا لماذا فاد ترسي يا صاحبي نعم اذا اردت ان تخلق الفرجة انا كنت دائما مع الناس الذين يقولون اخلق الفرجة في هذا الجو للناس يعني يجالسون في الملعب نعم رأيت بعض يقومون بتحديات بعض يقومون بمقالب بعض يقومون يعني في بعض ياتهم يعني هدفهم واضح للعيان انهم يريدون خلق بعضا من الفسحة والتفويج ويخلقون جو من المرحل الناس ينسوا قليلا اما الناس الذين يريدون ان يضحقوا عن طريق هذا المرض يعني يضحقون في هذا المرض يضحقون على الابتلاء اللي ومعين اضحقه حرام حرام وحشوما صحبي حشوما 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 صحبي حشوما ما نقدر نقول لدي الناس هدو اللي بقول صراحة شتم كي تبرتجي وات الفيديوهات وكي او دي خليني ساكت خليني ساكت احسن نتحددو على النقطة التانية النقطة التانية اللي قلت لكم في هذا الهلق انا تحب الحق النوري واللي بقول صراحة سمعنا اخبار اليومين انه استفق من غيبه وعندما تحدث محلفي بانسبور مع احد الصحفي المقربين من عائلتي قال لهم انه استفق يعني قبل من هدي يومين يعني استفق ثلاثة اشهر يعني قبل ثلاثة اشهر او اكتر فهو فقط يعني اصبح يقيف واصبح ينظر ويطير الناس ويعبر عن هل يعرف هذا الشخص او لا يعرف هذا الشخص قال لهم بحاجة بيرفع ويحاجة بها كده يعني هذه هي النقطة الايجابية في شفائه يعني هي التي يعني على الضجة الان كل يقول استفق بله قبل مدة قليلة جدا هي فقط تطورة الايجابية في حالتي تحسن حالتي التي جاءت بضجة وبكل صراحة فرحنا له جدا ولا اريد ان اعرض لكم تلك اللقطة التي يعني بعد قبل ثلاث سنوات التي كانت فيها الفجعة ولكن بكل صراحة بعدها رأينا تضامن رونالد وتضامن ديمبيلي تضامن مجموعة من اللاعبين لن اذكرهم كلهم والعالم يعني والمغاربة والعالم العربي والعالم باسره تضامن مع تلك الفجعة لانها يعني حالة يعني لن تتكرر يعني لن تتكرر كثيرا يعني حالة يعني تأسف لها العالم وتأسفنا له والحمد لله ان الله افقه ولذلك قلت لكم ان الله الذي قدر يعني استطاع وقادر على كل شيء طبعا الله عز وجل قادر يعني ان يفيقه عبد الحقنوني بعد ثلاث سنين من موت يعني موت يعني نن اقول انه موت يعني مؤكد ولكن غيبه فهي شبيع بالموت النوم ايضا فهو موت ولكن يعني مل تعرف عندما تكون نائم هل ستفيق هل لا يعني افقه من موت يعني اعاد اوله الحياة فبكل صارحة بسهولة يمكنه على الله عز وجل ان يرفع عنها للوباء فقط تيقفل الله وادعو الله واستغفر الله واطلب وطلب وطلب من الله ان يرفع عنها للوباء وفرحنا لعبد الحقنوري والحمد لله على شفائه ومن هنا نوصل رسالة الاهيه اذا كان وسوف يرون هذا الفيديو نقول لهم من هنا فرحنا لكم ونتمنى انا اذا رأيتني شخصيا اتمنى لا اقول لك لا سوف اقول مثل بعض الناس يقولون لا 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 نريد ان يعود لكورات سوف تصبع عن لوعقدا لا 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 انا اتمنى من عبد الحقنوري إذا إن شاء الله في القارب العجل استعاد صحته وعافيته بالكامل أن يعود للكرة ويتحدى فقط فترة وهو مبدع في الكرة ويمكنه أن ينجح مرة أخرى في الكرة نعم يمكنه لأن كان مشروع لاعب خرافي مشروع لاعب خرافي أتمنى أن يعود إذا نتمنى له الشفاء العجل بسرعة ونتمنى أن يعداد يدع ويارب يعود للعب ويعود وتحدى ويتبت أنه كان يستطيعه تلك ثلاث سنين ما هي إلا فقط انتحان لربما نعم لا نعرف من ما هو ذلك الابتلاء لكن الفهم يتحدى تلك الشيء値 ويعود للكرة ويعود ويعودو ويعود بقوة نتمنى العدللى الحمدut الأللا بالأو الذيى فك darf بك هذا لا يمكن نقول نتحدثه عن الموضوع الثالث اللي غير صراحة أنا منرفزني صراحة بعض الشيء منرفزني هذا الموضوع الثالثث الموضوع الثالث عن الناس يقولون لماذا أنت تتحدث عن الس Ob hoped عن وعنده كريستيان وعن صلاح حن ميسي والعالم يعني يموت العالم يدعو العالم يا حبيبي يا صديقي يا أختي يا الذين قلتم هذه الكلام والرسالة موجزة لكم مباشرة أنا لم أريد أن أتحدث عن الكورا ورونالدو وكريستيانو لأنني غير مبالي بكورونا لا 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 قلت لكم منذ البداية أن وفي أول فيديو أقوله وفي أخير الفيديو أقول لكم إجلسوا في فيديوكم هذا يعني وما هو فقط إلا يعني فيديو لكي نروز نفوز على أنفسنا بأن نرى يعني تحديات بين كريستيانو ميسي أن نرى يعني أهدف السوم وبطريقة يعني ليست فيها يعني بقول صراحة شو ما صعب أن تدخله في الضن يعني الضن تضدون أنه بالإنسان أنه ينوي شيء وهو لم ينوي يا حبيبي وإذا أردت أنت يعني تعاتي بهكذا فذهب وشاهد القنوات الكبرى للكورا يعني مشهورين جدا يعني في الكورا في التحليل والكورا والعموم الكورا حتى الآن مع كورونا يرفعون فيديوهات العلاقة بالكورا يا أفضل لاعبي تحدثون يعني مباراة قديمة يعيدون إحياء آية لاعبي تحدثون عن بورطريات لماذا لم تقول لهم لماذا تتحدثون عن كورا وفي هذا الزمن تعليف كورونا لأن موضوعه في القناة هو كورا فنعم نعم يتحدث في الكورا رغم أن وجد كورونا ولكن هذا الأساسي من عنده وأنه متحتك يا أخي لا يريد وبالعكس جميعهم في أي فيديوهاتهم يتمنون الشفاء من كورونا ويقولوا للناس المتتبعين واجهزوا في بيتكم دائما هذا هو الأساس أن تقولها في بداية الفيديو وفي آخر الفيديو يعني تكون أول شيء في الفيديو وهذا ما أفعله لماذا تلك الانتقادات بكل صراحة ما تفهمتاش أنا ما تفهمتاش وما تحترد على هذه الكومنتيرات لأن إنسان عندما يدخل لك في الضن يعني يظن بك شيئا وهذا يعني هذا ما كان أخودي كانت من الفيديو كنعش بكم ويجب أن تتعذوا بيشويو وكيف ما كان قول لكم بقوف ديوركم بقوف ديوركم بقوف ديوركم هذا الشيء دراء خسنا نتغلبوا عليه خسنا نتغلبوا عليه ونحلوا وقوف ديوركم سلام عليكم سلام عليكم